الله صبحكم بألف خير وأهلا وسهلا فيكم من جديد من فترة عم نتابع موضوع أزمة المرور على مداخل المدن أكيد يعني في كتير ناس اللي بتعيش هاي الأزمة عم نحكي عنها اليوم ولكن في الإطار العام والمظل لهذا الموضوع نحب نسأل كمان مجموعة من الأسئلة عن دور المجلس الأعلى للمرور معنا اليوم من داخل استوديو مدير عن مجلس الأعلى للمرور الأستاذ محمد حمدان اللي يجيب على مجموعة من الأسئلة عن دور المجلس وأيضا عن تحضيرات لفصل الشتاء اللي متوقع كمان في ظل يعني حوادث سير فاجعة وبنفقد كثير من الأشخاص نحب كمان نعرف كيف الجهات الرسمية عم بتحضر وبتستفيد من أخطاء السابقة صباح الخير أعطيكم ألف عافية الله يصبح كيف أصبحت؟ الحمد لله تمام الحمد لله بداية الأستاذ يعني بنحب نفهم وين دور يعني مجلس الأعلى للمرور وين ببدا وين بنتهي في عمري تنظيم السير بالتحديد في ظل أزمة خانقة على مداخل المدن في كافة المحافظات تقريبا يعني إحنا إذا ننحكي عن الأزمة الخالقة الحديثة على مدينة رام الله تقريبا بلشت تنتهي كان سببها الرئيسي اللي هي المفاجآت يعني إحنا منخطط على أنه مثلا عم بمر من هذا الشارع 36 ألف مركبة وفي توزيعات يعني المركبات ودخولهم لمدينة رام الله من المداخل بتتفاجع بأن الإسرائلين يقوموا بإغلاق بعض الطرق هذه الطرق بتأدي لزيادة عدد المركبات على طرق أخرى فبأدي لاختناقات مرورية أي تخفيف إذا تلاحظي وانتي طالعة في الطريق إذا يكون في شاحني أمام المركبات بيكون في تراكم المركبات يبقى أي تخفيف في السرعة أكثر من الحد الممكن بيأدي لتراكم المركبات في أي طريق وبالذات إحنا عندنا كمان اليوم عندنا في ازدياد مطرد في عدد المركبات الخاصة عم تحكي حسب تقريرات وزارة النقل والمواصلات تحكي عن 16 ألف مركبة تقريبا كل سنة عم بيسجلوا حديثي ومستعملي وما إلى ذلك يعني هاي التراكمات في المركبات عدم كفاءة النقل عندنا الناس اليوم مش عم تقتنع بوسائل النقل الموجودة في البلد مش عم بتجاوب احتياجاتنا كل هاي الأسباب بتأدي إنه الناس روح لكمان التفاخر والتظاهر وموضوع التسهيلات البنكية موضوع المعروض الكثير من المركبات كل هاي العوامل عم بتأدي للناس إنها تروح تشتري مركبات الشوارح هي هي مفيش قدرة يعني إلا محدودة يعني مثلا إحنا عملنا في مدينة نابلس مثلا عمل مدخلين كبار وممتازات وعملين انسيابيات مرورية وزادن ساعة الطريق اللي هي بيتيبة نابلس من دير شرف لبيتيبة لنابلس هذا الطريق وكمان طريق حوارة الآن يعني أصبح منطقي وواسع ويستوعب بكمية أكبر هل دور مجلس على المرور هو ينظم هاي العملية على الأرض أو يعني وضع سياسات أو تنسيق إذا حلنا نحكي عن المجلس هو كوميتي لجني فيها الأشغال فيها الشرطة الحكم المحلي فيها وزارة النقل والمواصلات كل اللاعبين الرئيسيين والفرعيين والثانويين كمان في موضوع النقل وفيه تخطيط التخطيط دائما محكوم بالإمكانيات المالية يعني عندنا طموح وفيه عندنا إشي على الأرض عم نشتغله في الطرق الرئيسية أينما استطعنا ووين من نقدر عم منحاول نزبط البنية التحتية بطريقتين يعني توسعتها عشان تقدر تستوعب القدرة عدد ازدياد عدد المركبات وكمان عندنا مشكلة الأمان المروري يعني عم نحاول كمان نعمل إجراءات لزيادة الأمان ورفع الأمان المروري بالتعاون مع الشركاء الأشغال العامة في أماكنها الحكم المحلي البلديات يعني المجلس يتقاطع مع جميع اللاعبين في موضوع النقل الشرطة في موضوع إنفاذ القانون والتأكد من أنه السائقين عم بيقوموا بهاي الأمور ولكن يعني في مراكز المدن عم نلاقي كمان المداخل في أزمات مرورية فقط بتصير الأزمات المرورية أو أكثر بتصير الأزمات المرورية إذا استثنيننا قلندية فعلى مداخل المدن اليوم عم فين سيابية مرورية مش بطالة ولكن إلا إذا الإسرائيليين قاموا بإغلاق بعض الطرق بصير فيه تراكمات على طرق أخرى عنا مشكلة قلندية هي مشكلة مستعصية للأسف بعد ما يعني استثمرنا فيها مبالغ ضخمة السلطة استثمرت فيها مبالغ ضخمة بتكتشفي إنه بعض الأشخاص لأهداف شخصية عم بيقوموا بتخريب الممتلكيات العامة وهي يعني إحنا كمان متوجهنا للشرطة من أجل التحقيق في هذا الموضوع مين هم اللي بتلفوا هاي شالوا بعض القواطع الإسمنتية عدناها وكمان مرة تاني ردوا يعني شالوها بيستغلوا إنه عدم وجود سيطرة أمنية فلسطينية والإسرائيليين غير معنيين بفرض سيطرتهم في تلك المنطقة ومستمتعين إن نحن منعاني في يعني توجيه تذمر نوعا ما وحاجة حقيقية لأنه يكون فيه شرطة مرور على أقل تتواجد في المناطق اللي فيها أزمات خانقة وإن كان السبب معروف للجميع أن الشرطة بداش تكون في أماكن مختلفة بالتحديد على مداخل المدن وبالتالي الخيار ممكن يكون بوضع يعني شرطة ولكن بلباس مدني لتنظيم السير وهذا منشعر إنه فيه نقص بهذه الجزئية على مدخل اللي هو قادم للقادمين من عن طريق الجلزون في الفترة اللي كان فيها الأزم المروري كان دورية السلامة أن تتواجد صباحا دائما يعني تقريبا يوميا كانت تتواجد إلا إذا كان عندها إشي طارق لمتابعة ولكن هي كانت تتواجد دائما لمنع التجاوزات وحققت بعض الانسيابية في مدخل الجلزون في قلنديا مثلا في قلنديا عندنا عشر موظفين ولكن يعني حجم التجاوزات بفوق حجم قدرة الموظفين اللي بيكونوا موجودين بوقفوا بحاولوا بمنعوا عكس السير بحاولوا بمنعوا الناس من التجاوزات ولكن كمان الاعتداءات اللي صارت الفتحات اللي صارت صار فيش مجال إنه أنا أوقف شب على كل فتحة يمنع الدخول صار فيه التفافات يعني غير منطقية يعني فيه محاولة لإعادتنا لناس غير مستمتعة بأنه فيه انسيابية مرورية عشان هو يوفر على حاله بزبط ثلاثين متر يعني الفتحة الأخيرة المفتوحة هي ثلاثين متر حيخش الدوار ويلفوا ويرجع أزالوها وإحنا إن شاء الله أنه بتستطيع الشرطة إنها تلك القبض على من اللي قام يعني بهذا العمل وتحويله ليأخذ عقابه المعملية كان في وضع المكعبات سمنتل بتسهل الحركة أو بتخليها بالاتجاه الصحيح تم إزالة هاي المكعبات جزء منها مش كلها جزء منها يعني باب مرسل وعد عامل اللي باب مغسلته شايل الحجر عشان الدخول على الكسارة شايله ثلاثة حجار هاي زادت وعمقت الأزم المرورية وفيه تدفق كبير هذا بيقولني لسؤال آخر كثير من مستخدمي الطريق نفسهم الناس اللي تكون رايحة على وظائفها بأساتس طلاب من مختلف الفئات يعني واستخدام أصدي مركبات خاصة وعممية بش تكون إنه فيه تجوزات للأسف يعني منشوف إنه الناس ومنسمع أصوات الناس كي بتكون تشكي وتحكي إنه مرات الواحد بيكون دوينجلة في الأزمة نفسها يعني ولكن سؤالي هون على الموضوع القانون الممكن يكون رادع بمعنى إنه فيه تكون عقاب للناس اللي تتجاوز لإنه عمليا اللي بخلق الأزمة الطريق ماشي يعني لإنه بس تقترب من المدينة ما بكونش فيه أزمة على سبيل المثال فالأزمة الناس بتخلقها يعني بالإضافة التجاوزات الخاطئة التجاوزات الخاطئة لما الإسرائيليين بالذات في منطقة قرانديا لما الإسرائيليين بيغلقوا الحاجز وبيقللوا عدد السيارات هم عندهم تقديرات أن ألف و أربعمائة مركبة بتعدى في ساعة عن الحاجز لما الإسرائيليين بيقصروا هذا الوقت بيصير في تراكم مركبات فبصيروا الإخوان الذين يدخلوا على الكودس بصيروا يخرجوا من مسربهم على المسرب الآخر يسكروا المسرب في أي طريق في محاولات أنه يعتبر حاله أنه أذكى وأنه لوحيد المستعجل والبقية دول الناس ويتجاوز عن 20 سيارة صح مش بس بتجاوز بحاول يدخل أمام مركبة فبسكر كمان بعض المقاطع اللي بلتفف نص الشارع بسكر بعض المقاطع يعني إحنا منراكب الوضع في المنطقة هناك ما في سيطرة أمنية خلينا نبقى واضحين ما في سيطرة أمنية كمان في عنا مشكلة أخرى أنه في بعض منهم إخواننا حاملة الهوية بس قلنا نحكي عن حلوله بلناشا كمان بس نقيد الموضوع في قصة قلندية كثير من المحافظات في مداخل المدن بيكون في أزمات سؤالي أنا هل فكرتم بحلول جديد مثلا أنه يكون فيه كاميرات تتركب على المناطق فيها أزمات والشرطة فيها بعد تخالف لأنه إحنا ولا مرة كنا بنحب هذا الجانب بس إنه إحنا سمعنا ناس اللي خسرت دوامها خسرت محاضراتها طلاب كثير من الجامعة ووصول جامعاتهم سواء بحاجز قلندية أو حتى على سواء في مداخل أخرى فيه حلول مطرح يعني معظم شو فيه إحنا اليوم عم منعاني من مشكلة مرورية حقيقية على مستوى الوطن إذا ظلينا على نفس السياسات إحنا حنروح لإنسداد مروري في السنوات فشو الحل المطروح بشكل جدي عند المجلس الآن إحنا عم منفكر مع وزارة النقل والمواصلات في موضوع النقل العام الجماعي واللي هو ضرورة الآن أصبح ضرورة إنه عمل موثوقي مع قطاع النقل رفع مستوى وكفاءة قطاع النقل الجماعي اللي هي الحافلات 50 راكب اللي ممكن إنها كمان تكون on time على الوقت وهذا مشروع طموحة بتشتغل عليه وزارة النقل والمواصلات هذا استراتيجي لأنه هذا بحتاج وقت والناس يعني شغال يعني في الشغل هو يعني أنا أعتقد أنه يجيب نتائج مع بدايات مع نهاية 2017 الموضوع الآخر يحنا بنشتر عليه مع البلديات اللي عملية تغييرات اتجاهات الشوارع لزيادة قدرتها الاستيعابية لتخفيف التقاطعات على التخفيف بعض التقاطعات ولتسهيل الحركة المرورية هذه في معظم المدن الفلسطينية إحنا كمان يعني من ناشد إنه كمان نبلش نعمل نقل داخلي انتر سيتي يعني داخل مراكز المدن اللي كمان يقدر إنه يستجيب بالناس وانت ما تضطر يتيجي في مركبتك الشخصية من البيت على العمل ومن العمل على البيت لأنه اليوم بصراحة تكاليف النقل عالية جداً إذا أنا بديش أتحرك بمركبة خاصة وكمان يعني نظام النقل الموجود الحالي هو نظام نقل شعاعي لا يستطيع أن يستجيب لمتطلباتي أنا كمواطن مطلوب إنه يصير لدينا نظام نقل أقرب إلى الدائري بتقاطعات معينة إنه ممكن أبدل يعني حافلي على أطراف المدن مش مضطر أنا إذا بدي أطلع من الطيري عشان أروح على المصيون أطلع من الطيري على مركز المديني وأطلع كمان مرة ثانية من مركز المديني عشان أروح على المصيون ممكن إنه ينعمل الطريقة دائرية لحافلات بتمشي أون تايم ساعتها بتصير في استجابة أكثر من قبل النقل لحاجاتنا بخليناش إننا نحن نحتاج كمان نستخدم مركباتنا الخاصة اليوم معظم الناس عم بتعاني من موضوع إنه هي مضطرة إنها تشتري مركبي يعني صارت شراء المركبي ضروري لأن ذو بيشتغل على التكاسي سيبكى كلفته اليومية عالية فبالطر أنه يقتني مركبي جزء منها بغطي يعني احتياجاته النفسية وكمان بغطي احتياجاته النقل والليوم في البيت في مركبي أو أكثر يعني بالحد الأدنى مركبي أو أكثر لازم نفكر بطريقة خارج الصندوق لازم نفكر بطريقة إنه نقنع نستطيع أن نقنع المستوى السياسي إنه الحلول يجب أن تكون بقطاع نقل محترم يعني يجيب على احتياجاتنا المفروض كمان نحاول إنه نفكر بطريقة لأنه أنا أنا بأكد لك إنه يعني خلال خمس سنين حنضطر في وقت ما إنه إما نلجأ لفردي وزوجي أو نرجأ أو تلجأ السلطة لرفع أثمان المركبات بصورة عالية والتأمين والترخيص عليها عشان تزيد العبع على المواطن حتى لا يقتني مركبي أو سنضطر إلى استثمارات ضخمة من جسور وأنفاك وما إلى ذلك ولي أصلا هي كمان ما عم بتجاوب في نابلس في تجربة في نابلس في 96 تم توسعت طريق نابلس القدس هذا الطريق كان هو خط واحد أصبح الآن ثلاثة بالاتجاه هذا عفواً وثلاثة في الاتجاه الآخر ولكن كمان اليوم رجع في عملية اكتظاظ مروري لأنه نحن نخطط للمركبات نحن لازم نخطط للمواطنين لازم نبدأ نفكر كيف نخطط للمواطن كيف نقنع المواطن أن المشي مفيد وهو وسيلة من وسائل النقل كيف نقنع المواطن أن نستخدم مواصلات نقل عام أول شيء لازم نوجد مواصلات نقل عام كمان نقنعه أنه يترك سيارته ويستخدم وسائل نقل عام بدون هاي الحلول اللي احنا شغالين عليها مثلا في بلدي ترامالله والبيري وبتونيا مخطط مروري شامل يعني في نهاياته العظمى عملنا الدراسة وحددنا الأولويات وأليه التعامل مع المدينة وعملنا قصير ومتوسط وطويل للأمد مع بلدية نابلس كمان فيه مخطط مروري يعني عم بتمبل وراته الخليل كمان فيها ازدحامات ومع أنه حجم الطرق كبير وحجم الطرق الموازية كبير ولكن دائما طول ما احنا بخطط للمركبات بالضرورة في لحظة ما أنا بخطط أنه عندي 14 ألف مركب اليوم بعد سنتين بدون نصرين 32 ألف مركب يمكن أن أضطر أني أعيد التخطيط يبكى الأصل أننا نحاول نفكر بطريقة مختلفة نروح نقنع الناس باستخدام مواصلات عامة أكثر كفاءة وكمان تكون هاي المواصلات تستجيب يعني هاي المطلوب من المواصلات كمان تستجيب لطلباتك لأن انت ليش تي في مركبتك الخاصة انت لو بتلاقي من بلدكم إلى مدينة رام الله مواصلي بتتجاوب يعني بتعرفي أنه انت بك تطلع توصلي على هنا لازم تبكي 7 ونص لأنه فيه هوى انت ما بتركيبيش لأنه ممكن توصلي 7 ونص بتوصلي 8 لربع ما بتعرفي شوين انت السيارة بتنتلي كيف 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 تتلعبو لكن إذا في حافلة بتطلع فاضي ملان انت بتعرفي ومقاس كداشي الوقت تكريبا عنده خمس دكايك بلاس ماينوس بتظلها أمورك أفضل زي نظام يعني هو نظام متقدم متطور زي كيف حتى ببلدان تاني بيكون خلص معروف انه الباس بتحرط بهاي الساعة وبوقف بهاي الساعة وبرجى بهاي الساعة هذا شيء جيد على المدى الاستراتيجي ولكن عودة للمدى القصير والقريب يعني كمان نقدرش نقول للناس هلأ انتو اللي دائين ببعض على الطرق وليماتلين هوا بالأزمة يخليكم خلينا نلاقي حلول طويل خاصة انه كمان زي ما انت هلأ قلت دايما في مفاجآت حتى لو عملت هذا النظام الاستراتيجي ممكن كمان اي شيء عائق يخرب هاي الانظومة انت بنيتها في سؤال يعني على الأرض موجود انه كيف ممكن الناس تصير تحترم القانون ما تتجاوز التجاوزات خاطئة بتعمل هلأ أزمة متراكمة يعني أنا بس اقول لك الناس ده تنجلت الناس ده تنجلت يعني وهي عم تسوق بالظبط ما احنا نكون عايشين هذا الاشي عم نحكي عن حالنا يعني بالظبط من حالة الأزمة احنا صباحا وكمان في عنا وكمان في اعتراضات ونسمع الناس بتقول انه في تواجد للشرطة انك انت كمان مجلس على المرور هو مظلة لهيك فمرات بنشوف انه شرطة المرور احنا زي ما قلت احنا مواطنين انا بدي احكي بالسانة احنا بنشوف في تواجد للشرطة في اماكن ممكن ما تكونش فعاليتها عالية زي انه شرطة واقف عند اشارة المرور هذا الشرطة بنقدر نلقل ع محل تاني فيه ازمة على مدخل المدينة او حتى على مفرق مدرسة او يعني يكون في توزيع احنا بنشعر انه في تقصير بهذا الجانب بالاشي الموجود هلأ اللي ناس عم بتطالب فيها بهاي الوقت شوف يعني انا من ملاحظاتي انه يعني شرطة المرور تحاول ان تبذل قصارة جهتها ولكن المشكلة انه شرطة المرور ماذا يستطيع ان يفعل هو يستطيع ان ينظر هم يعطيهم الف عافية احنا مدركين از احنا جينا عشتة فيعطهم الف عافية لا عشان ينحلي بس نشعر وكأنه كل جنة بده تبطب على التاني انه مجلس المرور بيعمل هيك والشرطة بتعمل هيك فهم الله يعينهم وإحنا الله يعيننا هو لازم واحد يفتح نقاش جدي ويقول التوزيع لازم يكون منطقي في جزء من الملاحظات حقيقية ومنطقية في جزء منها يعني مثلا انا بلاحظ انه في شرطة مرور في معظم الاوقات باب المدارس في اكثر من شرطة مرور موجود باب اكثر من مدرسة انا بودي ولادتي على المدرسة وباشوفهم صح في بعض الاماكن اللي فيه ضرورة انهم يكونوا متواجدين بيكونوا متواجدين صح شرطة المرور يعني بيكون متواجد على المفارق اللي عم بتحقق يعني بتعمل انغلاق مروري وبكون مرات بيشتغل مكان بدل يعني بعطل الاشارة المرورية وبشتغل بدلها عشان يزيد عشان يسحب اكثر من بعض الاماكن اللي هي اصلا بتكون طارئة ما بنقدر احنا نظلنا نريد تعيير الاشارات المرورية ولكن احنا رايحين يعني شوفي لما تبكي في ازمة كبيرة المطلوب التفكير الاستراتيجي يعني الحلول في حلول منطقية اليوم عملتها البلديات عملناها اينما استطعنا وسعنا بعض الطرق وسعنا بعض المقاطع عملنا مثلا في منطقة كالانديا عملنا اليوم حتى مع الازمة المرورية اللي بعانوا منها هاي القلنديا اليوم هم افضل مما كان عليه سابقا ولكن ليس هو المثالي ولكن هم افضل مما كان عليه سابقا ولولا الاعتداءات اللي صارت احنا كمان انا بأكدلك احنا كمان حنرد نرجع المقاطع هالمرة بس قاعدين منفكر كيف نرجعهم بطريقة انه محدش يقدر يعتدي عليهم طب سؤالي ليش بدنا نسامح السيارة اللي بتتجاوز عشرين سيارة واقفة يعني ليش بدنا نعطي مبرر للي يتجاوز عشرين سيارة يجع يتجاوز بكرة وبعد بكرة هل يتجاوز في الأماكن التي يكون فيها متواجد الشرطة عنده قدرة على التواجد ما برضو تطلبيش اسمعي ما عشانك بقول لازم شرطة تكون موجودة في أماكن لا يستطيع شرطة المرور تتواجد فيها ما هو هذا مبرر لنضاء عايشين عليه ماذا نساوي يعني هناك حلول ممكن وضع كاميرات ممكن اتفاق مع مدنيين اللبسين ملابس انا بتعرف انا لو بصير معي هيك انا لو شرطة المجلس الاعلى المرور بقول هذا الرقم مجاني ثوره بكاميرتك ابعتنا الصورة والرقم والناس بتصير تعمل هيك وفي الاخر نحن نعمل معا انه شرطة المرور تصل لقناعة انها توافق على وقاضي المرور كمان نحن ننسى انه شرطة المرور كمان عنده القاضي في المحكمة انه يوافق ان يتم ان تكون المخالفة غيابيا انه مشكلة قانونية في هذا الموضوع انه هل يوافق القاضي ان تكون المحكمة غيابيا كمان هذه فيها اشكالية قانونية ومش مطلوب مننا احنا احنا مطلوب مننا حتى الشرطة مطلوب منها انفاذ القانون ومش تخترق قانون هي مطلوب منها انفاذ القانون كيف تنفذ القانون حسب نصوصه لو فيه عندنا امكانية حتى موضوع الكاميرات في المناطق سيه هل نستطيع ان ننصب كاميرات في المناطق سيه بدون موافقة الجانب الاسرائيلي على هاي الكاميرات وهل ستستخدم هاي الكاميرات فقط لمراقبة المرور ام لامور امنية اخرى قد تكون يعني الموضوع سياسيا غير مقبول عنا ما انتعارف احنا التنسيق الامني مش ملاحقين عليه وهم ينتقدوا فينا في موضوع التنسيق الامني هاي بكلك نصب كاميرات من اجل اكتشاف ابصر ايش وندخل في ازمة احنا مطلوب مننا احنا انا كمواطن مطلوب مني في ظروف استثنائية من ايش فيها تحت احتلال وتحت حالات اللي كلياتنا منعرفها مطلوب مننا على الاقل ان التزم انا بمبادئ المرور وقواعدها وانا بضم صوتي لصوتك انه شرطة المرور تستطيع تفعيل عندها ادارة اسم المباحث المرورية تستطيع تفعيل المباحث المرورية من اجل يعني ان تكون بردع اكثر للمخالفين كمان احنا عنا مشكلين ويبدون كمان المخالفات داخل مراكز المدن هي غير رادعة يعني المطلوب اننا نفكر بطريقة اخرى يعني انا بناشد معاك المحاكم عدم تخفيض المخالفات لانه تخفيض المخالفات اليوم عم بادي كمان الى انه الناس يعني ما تحترم المخالف المروري هو موضوع شائك وانا احنا بدينا في هذا الموضوع ان نسمعك بطر يعني اولا احنا منضم صوتنا لصوتك انه اذا نحكي عن منظومة تارف ليش استاذ محمد عشان كمان التفكير الاستراتيجي نيجي ميقول احنا عن نفسيات الناس المشاكل عم بتصير في البلد الناس اللي عم بتقتل بعض عم بتخبط بعض ولاحد يصير حكي على سيارة اه الناس تحت تعمل هيك في بعض فاحنا كمان ما نفكر استراتيجيا بس نفكر في نفسيتها الناس انا بحط حالي محل شخص يتجاوز عني عشرين سيارة ما انا بكون اذا نزلت هلا بدي اشوفه بدي اخبط سيارته على الاقلي يعني مثلا فهو كمان بنتاش نجاوز هذا الاشي لانه غضب الناس اللي عم بصير بشكل يومي احتقان اللي عم بصير عن الناس ما هو كمان هذا بتطور وبالترجم بصير احتقان يا جهات الرسمية ع بعض فاحنا كمان بدناش نفكر بتفكير استراتيجي وننسى الاشي اللي عم بصير على الارض لا انا ما اتفق معك ولكن بحكي احنا بنشتغل عكم للصعود اينما استطعنا صح صح ويغطيكم العافية هي كمان هستلة كبيرة بتكم تشلوها يعني بكل محل احنا بنشتغل على جميع الصعود اينما استطعنا يعني في برضو قدرات انا يعني انا مراقب الوضع اليوم افضل من زمان في حاجات معينة اولا صار في انتباه اكثر لموضوع المرور والسلام المرورية والانسيابية المرورية صار اليوم في تفكير اعمق حتى في جميع الجهات يعني في المستوى السياسي في الاعلام في كل هذه المناطق صار في انتباه اكثر لانه في ضرورة لتغيير انماط النقل وسلوك المواطن يعني انا بس عشان لضيق الوقت بكمان عم بضغطوا علي انتهى وقت اللي حلقة ولكن بس سؤال اخير كمان بدي اسألك هو عن موضوع تنظيم سير الشاحنات لان كل ما اسأل طرف اخر بحكو دبالك المجلس الاعلى المرور بقدر يجاوب انه كتير مرات منشوف انه يعطيهم الف عافي وهم كمان عمال وموظفين ومطلوبين هم مهام واضحة ولكن منشوف انه في طرق معينة في اوقات معينة انه انت كمان ذكرت هذا المثال او مبلاش تحكي اذا شاحنة مشيت حطمنا رقم القيام سلا بالوقت هاي بتكون المفاجأة الصباحية فكتير دول بالعالم وكتير نماذج بتحدد ساعات وبتنظم هذا الوقت وبالتالي هذا بصير شيء يعني معروف لكل حتى الجهات اللي بتشتغل بتتواصل مع الشاحنات داخل مراكز المدن احنا حددنا طرق محددة ثابتة للشاحنات في رام الله في الخليل في نابلس حتى في جنين وطول كرم عملنا تحديد لبعض الاماكن التي يمنع دخول الشاحنات واذا اليوم اذا تنتبه انتي وانتي ماشي في مدينة رام الله اذا تمشي في مدينة نابلس في بيت لحم في الخليل في اليوم اماكن يمنع دخول الشاحنات هاي الكرمات اليوم اصبحت فاعلة وموجودة يعني بطريقة جيدة على الطرق الرئيسية للأسف انه نرجع لموضوع السيطرة هل انا استطيع اني امنع شاحنة من العمل او احددها ساعات وانا لا اسيطر اصلا على هذا الطريق مين رح يخالفها فهذه مشكلة ومعضلة مطلوب ان احنا كمان نفكر فيها بطريقة افضل وحكي تلك ان احنا في توسع للطريقة احنا اليوم مثلا طريق واد النار اليوم اصبح حتى لو في شاحنة تستطيع المركبات تستطيع ان تتجاوزوا بامان وسهولة عندنا المشاكل معظمها في الشاحنات في المناطق التي لا تخضع لنا ونحاول احنا بالتعاون مع المانحين اينما استطعنا ان احنا نوسع هذه الطرق ليس غادرين نسيطر على الموقف ولكن بتصير انه في حارة امان للشارع ويستطيع المركب يتجاوزها وانا اعتقد ان احنا في موضوع البني التحتية احنا افضل في موضوع انفاذ القانون اليوم مثلا كنا زمان اللي يتخالف يعرف له ضابط في الشرطة يلغيها اليوم لا يستطيع احد مثلا الغاء المخالفة مطلوبة من المحاكم ان لا تخفض احنا يعني شكرا لك استاذ محمد حمدان المدير عام رجل على المرور شكرا لك على الوقت كمان واحنا كمان لازم يكون في اطراف مختلفة نوجه الها كمان اسئلة مخصصة في هذا الجانب نوعدكم انه بدينا ورح نكمل طرح هذا الموضوع شرطة المرور لازم تكون حاضرة وايضا المحاكم لازم تكون حاضرة لحديث عن هذا الموضوع بس مش رح نسكت عن انو الوضع ضل هيك لا للناس والجهات الرسمية عم بتكون بدورها ولكن كمان لازم يكون فيه توصيات بجوانب اكثر ولا كمان مسموح للناس احنا دام منقول احنا صوت الناس بس كمان صوت الناس بس تخطئ مش لازم يكون ساكتين عليه فالناس اللي الشخص اللي بدي يعطي حق لحاله يتجاوز عن عشرين سيارة عشان هو مستعجل قبل اي حادة تاني كمان هذا الشخص لازم يعاقب و لازم يكون درس له كثير من المركبات سواء عمومية او الخاصة الاخرى بننتقل لفاصل للمشاهدين واكيد نستكمل فقراتنا خليكم معنا نتقل لصحتك